من جهة ثانية وخلال حفل نظمته الأمانة العامة للمؤسسات التربوية المسيحية في الأردن كرم غبطة البطريار بيتس بالا طالبين متفوقين في نتائج الثانوية العامة إضافة إلى عدد من المعلمات تقديرا لعطائهن في الحقل التربوي حقيقة هذا مصدر فخر وسعادي كتير كبير إلنا في مدارسنا المسيحية وعلى مستوى أيضا الكنيسة المحلية اليوم أردنا الأمانة العامة بشكل عام يعني بكل كوادرها هيئتها الإدارية وكوادرها التعليمية والإدارية اليوم أن نكرم هؤلاء الطالبين أحمد وجود تحت رعاية غبطة البطريار كبير باتيستا بيتزا بالا لأن أكرر هذا مصدر فرح وفخر لنا جميعا وهذا أيضا مؤشر على كل ما تقوم به مدارسنا يعني أود الإشارة هنا أن أغلب المدارس في الأمانة العامة كانت معدلاتها أغلب الطلب حصلوا على 90 وما فوق هذا يدل أن التعليم عن بعد كان له نتائج إيجابية جدا ونحن في المدارس حتى لو كان التعليم عن بعد أونلاين حققنا الهدف المحتوى الأكاديمي لكل مادة كان يوصل للطلاب وما تأثروا نهائيا والدليل على ذلك النتائج الطيبة اللي حققوها نحكي لطلابنا ألف مبروك لأحمد ولجود ولكل طلابنا في مدارسنا المسيحية نقول لهم أنتوا فخر لإلنا وهذا بشكلنا دافع كتير كبير أنه نكمل رسالتنا في كل محبي لأنه دائما الطالب هو هدف وجودنا اليوم كان في تكريم في مطرانية اللاتين بحضور البطرة كبير باتيستا وبحب أشكره وأشكر الأب فراس نصراوين والأب ويسام منصور السنة كانت طويلة وصعبة خصوصاً مرينا في ظروف استثنائية مرت فيها المملكة كاملة بسبب انقطاع التعليم الوجاهي لكن المدرسة حرصت على التواصل عن طريق برامج تفاعلية مع الأساذ ذا وكان فيه يعني تواصل جيد بينه وبين الأساذ ذا وحصص تفاعلية هذا الأمر يعني سهل علينا السنة وساعدنا أن نحافظ على تركيزنا طوال السنة بحب أشكر أول إشي رهبات الوردية شميساني مدرستي اللي ساهمت بهذا النجاح الكبير بشكر سستر كونشتة على كل ما قدمته إلنا بشكر البطرة كبير باتيستا على هاي اللفة الحلوة يعني اللطيفة اللي دعمنا فيها وشجعنا لنكمل اللي بلشنا فيها اشتركوا في القناة